أستاذ جمال النادي الأهلي بقى إذا بما أننا بيكال في حتة كمان بس آخر حاجة هو إزاي نجومنا بما فيهم وأولهم محمد صلاح موقفشي ها وهلقى يا أم يا عيني والليزر عامل زي السنايبر في أفلام القتلة إزاي ماوقفش إزاي ماوقفش قبل تنفيذ الركلات آف مش هلعب مش هلعب مش هلعب مش هلعب وأقول له مش هلعب وأقول له أنا الكابتن والحركات اللي بتشوفة في الشاشة مش هلعب مش هلعب بطلعني برا أنا منساحب بس التاريخ مش هانسا لك يا سيد غربان إنما كله كله كده وأغلب الجهاز لو مشوا على فكرة وجينا نلوم ومقولك احنا كنا ساكتين عشان مصر ولا واحد طب كنت تمشي أهم من شهرين وقول الحق عشان مصر بس أنا برضو عايز عايز أقول أنا مع أنا باختصار شديد مع كلام الأستاذ العسام كله بلا شك بس أنا عايز أقول إن احنا كل أربع سنين بنتكلم بندور في نفس الداية في نفس الفلك ده وده كلام مش مصنوع لا لا خسارك لا بالعكس هو مصبوط بس احنا بنعط شربع سنين بنعط سنة أو سنة شهور الفيلم الهابط ده لا لا نتعلم من أخطأنا لا احنا عايزين نتعلم والله هم مش لا عايزين يتعلموا ولا يبطلوا أخطاء هم مش مهم إحنا نتعلم المهم اللي بيدير اللي بيدير الكرة المصرية هو اللي يتعلم احنا سنلجأ سنلجأ لقولي الأمر في أعلى مستوى لا استنى قبل الجزائر الفيلم الهابط ده انت مش ملاحظ إن الجزء الأول منه كان صفر المنديال الجزء التاني منه ها لولا حسن شيحاتا لا كده هنرجع للزمان لا ما نجايب لك يعني ها وانت 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 جاي هب لغاية ما بقين عشرين اتنين وعشرين أجزاء بتتلعب هيا بس كم من الممكن أن نبقى في غنى عن كل هذا العكب على هذا الكلام يعني وهذه الرؤى المستقبلية لو نجحنا في لعبة أو في لعبتين ولكن في النهاية أنا برضو عايز أقول انا باعتبارها ان ربنا ده الانذار التاني بعد عشرين تسعتاشر في عشرين تسعتاشر لو كانوا خدوا البطولة دي كانوا هيمشوا موزعين وهيمشوا جرنال جاية ومش هيخلوا اللي بيديروا الكورة ليه الأمم الأفريقية ايوة فيأتي التحذير والانذار كل اللي تم تعديله هو الشركات الوطنية اللي شغالة ليها ازاي الناس تخش تذكرتي الأفريقية للأمن مشاهد الحمد لله كلت شكلنا حلو لكن هم مش هيتغيروا دي مصلحتهم ومش هيسبوها هيعدوا عبد النواجز عليها للآخر اللهم إلا نحن فعلا نتقدم لأعلى سلطة انقذوا صناعة اسمها كرة القدم تدر أرباح خرافية مش بس اسم مصر طبعا لكن في النهاية بما أننا بنقفل هذا الملف يا أستاذ جمال وجهة نظر حضراتكم أنه بكون مدير فني أجنبي وطاقم بطاقم ويصوروا لنا أما بيشتهل في أتة كان معاكم واحد عايزة أقول حاجة صغيرة جدا أنا عايزة أقول إحنا ليه مستعجلين جدا شل عندنا كاس أم أفريق يا كابتن معلش ما يشتصفيات كاس عالم ما يشتصفيات يكمل يعني الجهاز لغاية لما يختار يكمل بأي جهاز أي جهاز يعني لغاية ما نختار صح يعني هو ليه أفند ما أنا بس أحضرتك وجهات النظر لا إنت عارف إحنا عاملين زي اللي إيه اللي شاي الباية على دماغه وبتدلق منه كل شوية وبعين تلاقي الأربع سنين خلصوا وإحنا لسه برده نفس القاعدة طب ما ينفعش لازم نقعد الناس تقعد تفكر مع احترامي الكلام للدكتور أشف صبحي لا يجب حسم أمر كيروش بكلمة أو باتفاق مع جهاز عليم أنا أعتبره حتى الآن أنا أعتبر أنه هو ما حصلش أنا أعتبره يقصد أنه بلاش نهد كل حاجة لكن لو كلمه عن كيروش أنا أعلم جدا يعني أنا وصلني معلومة بكده هو ما كلمش بكلم عن كيروش خالص هو وبيكلم على استمرار على استمرار الجيل ومحمد والكلام دا كله والسيستم شغال استقرار المنتخب لكن هو ما تكلمش على واحد لكن يا فندم في نفس الوقت هناك معلومة بتقول أن تسعة وتسعين يعني ما كانش مية في المية تسعة وتسعة من عشر مش هينفع تسعة وتسعين ما فهاش مية في المية من أعضاء اتحاد كرة القدم رئيس ونائب عايزين الاستمرار متفقين على استمرار كيروش نو احنا بنقول الراجل يعني مش عشان ما نطولش في جزئية كيروش احنا بنقول إن هو له مميزات بس عنده عيوب قاتلة عنده عيوب قاتلة عنده عيوب قاتلة او ما نحننشوف إيلا هيحصل الرأيين في قاس الأمم وفي تصفية بسرعة